السلام عليكم أخوتي اليوم اجبت لكم خبر زوين وتأكيد على الهضراء اللي قلت لكم في الفيديوهات السابقة اليوم بدأوا الناس كي ياخدوا فلوس الدعم اللي كي بدأوا من 500 درم من الفوق حسب المؤشير وعدد الأطفال فمبروك أولا للناس اللي اخدوا الفلوس وصراحة هذه نقطة زوينة حسب الدولة وخصوصا الأمير مؤمنين محمد السادس نصره الله اللي هو السبب الرئيسي حتى خرج هذا الدعم للطبقة المعويزة واللي كانت محتاجة له صراحة ودبا المشكل البسيط اللي بقى لنا واللي كين دبا هو أن بزاف ديال أصديقاء وبزاف ديال الناس فيهم أخوتكم فيهم مع عائلاتكم اللي موصلهمش المساج وموصلهمش الفلوس يعني باقي ما شدوش الفلوس دبا سنعرفوا علاش وكيفاش واشنو المعمون تبعوا معي الفيديو حتى الأخير وغا تفهمو كل شيء وقبل ما نبدأوا لموضوع ديالنا ما تنسوش تبرتاجيوا الفيديو مع عائلاتكم واخوتكم وما تنسوش كدالك ديروجام وتشتركوا في القناة باش تشجعونا نجيبوا لكم فيديوهات جديدة ونكونوا عند حسن ضنكم إذا أخوتي غنشرح لكم علش موصلاتكمش الرسالة ومدازوش لكم الفلوس فأولا بغيت نطمأنكم وبغيتكم ترتاحوا لأن أخوتي فلوسكم مضمونة وفي آمان والسبب ديال هالتأخور غنشرح لكم من الموقع باش تعرفوا باللي أي معلومة عطتها لكم فرها معلومة كتكون صحيحة مئة في مئة إذا كيف كتشوفوا قدامكم السبب الرئيسي علش موصلكمش المساج هو أنتم تسجلتوا في الموقع من بعد هذا التاريخ اللي هو عشر ديسمبر وهنا كيقولوا لنا في الموقع بالنسبة للطلابات الموداعة إلى حدود العاشر من الشهر الذي تمر في إيداع الطلب سيتم صرفها في نهاية نفس الشهر أما بالنسبة للطلابات الموداعة بعد تاريخ عشراء في الشهر الذي تمر في إيداع الطلب فسيتم صرفها في نهاية الشهر الموالي بمعنى إذا احطيت طلب ديالك بين واحد حتى العشراء في شهر ديسمبر فرها تكون وصلتك الرسالة وستبدتي وخرجتي فلوسك ولكن إذا كنت دفعتي الطلب ديرك فوق عشراء ديسمبر يعني نهار 11 أو 12 أو 15 أو 20 يعني فوق عشراء في هذا الشهر اللي احنا فيه فرها ما غاديش تستفد حتى الشهر الجاي يعني ما غادي تاخد فلوسك حتى اليناير 2024 للخر ديالو وغادي تخلص في الشهر القديم وجديد يعني ما غادي تضيع فواله غادي غير تجمع لك الفلوس وهذا هو السبب أخوتي علاش بزاف ديال الناس موصلهمش المساج وموصلهمش الفلوس ديالو وكينا واحد نسبة قليلة عندكم تكونوا منهم إما عندهمش خطأ في الحساب البنكي أو لا مدخلينش حساب البنكي الخاص برب الأسرة هذه من ناحية أو لا كذلك عندهم المؤشر طالع في هذه الحالة الثلاثة ضروري تدخلوها أخوتي للحساب ديالكم في المنصة ASD.MA اللي غادي نوريكم كيف يدخلو لها دابا غادي ندرونا التالي من بعدنا كنجيو الفضاء خاص من اللي كندخلو هنا كيعطونا باش نعمر المعلومات كنختارو ذاكر إلي كان رب الأسرة ذاكر وهنا كنجيو رقم المعرف ديال رب الأسرة وهنا كندخلو رقم البطاقة الوطنية ديال رب الأسرة من بعد هنا كذلك كندخلو المعرف الرقمي ديال رب الأسرة كذلك وكنجيو هنا كندخلو تاريخ الازدياد ديال رب الأسرة بالنسبة للأشخاص اللي والديهم ما عندهم مش تاريخ يعني كيديرو لهم السنة فقط كنديرو واحد بشهر واحد والسنة اللي معدنا فلاكارت إذن هنا دخلنا للفضاء ديالنا هنا المعلومات الخاصة برب الأسرة كندخلو هنا للطلبات هنا كندخلو تاريخ الطلب كندخلو نوعية نتعة الإعانة اللي طلبنا وكندخلو كذلك صاحب الطلب وهنا كندخلو وضعية الطلب هذه الوضعية هي اللي كتلمنا في هذا الشيء كامل هنا غتلقو الحالة الأولى إما مسجل يعني المعلومات ديالكم بخلات الموقع وغتسلنا واحدة تدوز للحالة الثانية اللي هي قيد المراجعة من غير يبلكم هنا في قيد المراجعة غتبقى لكم واحدة مدة قصيرة عاد كي يبلكم هنا واش طلب مقبول ولا مرفوض ثم غندوزوا للحالة الثانية فين غتلقو هنا مقبول يعني غتسلناوا تصلوا بالرسالة ديالكم وصير خرج فلسكم حتكون شي عندكم هو هادك أما الحالة الثالثة فش هنا غتلقو مرفوض فهنا كذلك غنشوفوا السبب أول حاجة غتديروا وغتدخلوا المبالغ المالية اللي عندكم هنا يا إلا لقيتوا إلا لقيتوا قدام رقم التعريف الباقي مفعل فراه المشكل ماشي من رقم الحساب وغالبا غيكون عندكم المؤشير طالع دكشي علاش ترفض لكم الطلب وغديخصكم أنكم ديروا تحيين لهذا طلب ديالكم باش يحاول ينقص هذا المؤشير إلا نقص المؤشير على 9.74 فهنا غدي تستفدو من الدعم المباشر أما إلا كان فوق 9.74 فراه ما غديش تستفدو من الدعم المباشر أما إلا قيتوا هنا غير مفعل فهنا غتشوفوا واش رقم الحساب الباقي اللي دخلته مطابق للرقم ديالكم من هنا إلا كان هو هادك فراه المشكلة اللي كيكون بسبب أن الرقم ديال الحساب اللي دخلته ماشي ديال رب الأسرة وهنا غيخصكم ضروري تدحو حساب بنكي جديد باسم رب الأسرة وتدخلو وتغيرو القديم بهذا الجديد بنسبة الأسئلة ديالكم الإخوة فراه كنجاوبو على قدر المستطاع ولكن ما فيها بس بعض المرات كيكون شي سؤال اللي حتطره ومشفناش ومقدرناش نجاوبوك عليه وانت مزروب مثلا فهنا فاش كندخلو الموقع ديالنا asd.ma فهنا كنلقاو أسئلة متداولة كندخلو لها فهنا غدي تلقو بزاف ديال الأسئلة كيف كتشوفوا قدامكم وكذلك الأجوبة ديالها فمثلا غنرجع هنا لفوق وغنشوف شه السؤال مثلا فهنا ما هو أجل معالجة طلب الإعلانات فاش كندخلو بحلقو كيقولنا يعني الأجل ديال المعالجة هو ثلاثين يوم ثلاثين يوم كحد أقصى ابتداء من تاريخ إداع الطلب حيث سيتوصل المعني بالأمر بإشعار حول مقال طلبه على حسابي الخاص المفتوح على بوابة asd.ma فهذا السؤال مثلا إلا حتى الطلب دياليش حل مدة باش يجاوبوني على الطلب فهناك يقول لكم باللي أقصى حد وثلاثين يوم يعني يقدر يكون قل من ثلاثين يوم ولكن أقصى حد وثلاثين يوم إدا هذا السؤال وهذا هو الجواب دياله وإن أكد لك بعض الأسئلة أخرى مع لكم سوى تشوفوا السؤال اللي بغيتوا تطرحوا شوفواه واشكين هنا في حالة ما لقيته دخلوا غتلقوا الجواب دياله إدا أخوتي هذه الملاحظة اللي بغيت نشاركها معكم نتمنى أن نكون افيدكم بها إدا أخوتي هذه هم المعلومات اللي كنت بغيت نصلهم لكم في هذا الفيديو وبغيت نقول مبروك للناس اللي اخدهوا الفلس ديالهم وبغيت نقول كذلك الناس اللي بقي ما اخدهوش الفلس ديالهم يطمأنوا فراء فلسهم غايبقوا في أمان إلا ما شدوهم شهد الشهر فراء غادي شدوهم مضبلين إن شاء الله في الشهر الجاي لذلك بغيت كل شي يطمأن وإن شاء الله كل شي الأمور تكون هي هذه إدا أخوتي وصلنا لنهاية الفيديو إلا أعجبكم الفيديو ديري جيم شاركوا مع الأصدقاء والعائلات ديالكم باش كل شي يستفد بغينا العائلات المعويزة كلها تستفد من هذا الدعم هذا دكشي علشان قللكم بارتجوا بزاف هذا الفيديو مع أخوتكم مع الأصدقاء ديالكم وإلا كانت أخوتي هذه هي أول زيارة لك للقناة ما تنساش الشراك تفعيل الجرس باش ديما يكون عندك الجديد نتلوه